طيب خليني يروح زي ما قلتلكم أيمن أشرف انتظم النهاردة زي ما أعلننا مبارح انتظم في المران الجماعي أما بتنفيذ البرنامج التأهيل التأهيلي اللي تم وضعه لي يومين متتاليين عشان يتعفى من الكدمة اللي تعرض لها في مطش سانداونز الأخير ويشارك النهاردة إن شاء الله في التمرينة الأساسية للنادي الأهلي بعدما تم التأكد يعني من تعافيه وأنه جاهز للمشاركة في المران هو يمكن ما شاركش اليومين اللي فاته لكن إن شاء الله أيمن دايما الحقيقة رجلته وحالته المعنوية والنفسية بتعود يمكن حتى ولو كان بدنيا مش جاهز بنسبة 100% أو خلينا نقول مش جاهز يعني مش فورمة بنسبة 100% لكن أيمن من اللعيبة الرجالة جدا واللي روحه الحقيقة لعيب عنده شخصية النادي الأهلي فإن شاء الله بإذن الله نتمنى وأغلب الظن أعتقد أنه أيمن هيشارك أساسي في المباراة أما فيما يتعلق بحمد فتح زي ما قلت لحضراتكم فهو جاهز للمشاركة وعشان الجهاز الطبي يتطمن أكتر بعد ما وصل لقطر عملوا أشعة تانية وبعتوها للطبيب المعالج وإلا أكد أنه الراجل سنين بنسبة 100% يبقى القرار في النهاية مشاركته من عدمها لرؤية الفنية لمستر بيتسو موسيماني ولكن كويس جدا حمد فتح من الأوراق المهمة جدا مش بس المطش نهضة بركان لكن المشوار النادي الأهلي القادم الأهلي محتاج لكل نفس محتاج لكل لاعب أعتقد مشوارنا في بطولة دوري الأبطال بعد كده إن شاء الله والدوري المصري والسوبر المصري حنحتاج كل لعبتنا وإن شاء الله بإذن الله كله يبقى جاهز وتحت أمر الجهاز الفني في أي لحظة يحتاج أنه يدفعه في أي مباراة